هنتكلم عن الإضاءة طبعا عشان أضيف إضاءة أضيف الأول كاميرا عشان الشعر شغل يصري دي من الأول هبتدي أن أنا أضيف كلمة هبتدي أن أنا أعمل لها أجيب الهد أعمل لها توسيط هبتدي مثلا أكتب كلمة تانية واللي هيكون 1 2 3 وأدي ألول مختلف وأصغر حجمها شوية وأبتدي أجيب هنا جنب اله التكت طيب عايزين نضيف أرضية للاه للتكت الزوات عشان أضيف أرضية يفضل أن أنا أعمل إيه أعمل رؤية لشاشتين وأجيب في الشاشة التانية الرؤية بتاعت الطب عشان أقدر أضيف أرضية مظبوط لأن أنا لو ضفت هنا مستطيل هي إيه هيخليه واقف زي إيه زي التكت بالزبط لكن لو أنا في الطب وضفت مستطيل هيخليه إيه كأنه قاعدة لكتابة بالزبط طيب ظهر خط فقط لا غير ليه؟ عشان الكاميرا زوت الكاميرا هي نفس مستوى لإيه الخط دوت أنا ممكن أبتدي أمين الكاميرا حاجة بسيطة لأعلى تمام وليكن إيه كده طيب تفصلها فوق عادي جدا قطر حادة التكت وبعدها التحريك أقول له إيه نازل التكت تحت آه تحت لكن ما ما تختاركش ممكن أطلعه لقدام شوية لكن أنا مش عايزه إيه يختارك الحاجة يبقى أرفعه حاجة بسيطة لغاية ما أتأكد منه إيه على الحدود بالزبط أجيب كمان الـ 1-2-3 أطلعها لقدام وأجي أزبطها في مكان الكتابة عندي طيب هل يا طرى هي الأعلى ولا الأسفل أزبطها بالزبط فيش مانع إن أنا ألف بالكاميرا عشان أشوف الوضع دوت هل هو ده وضع مظبوط ولا الحاجة فيها تلامس ومظبوطة ولا تمام رؤية مظبوطة بعمل تراجع عشان إيه تبقى في الكاميرا من نفس الزاوية اللي أنا إيه طالب إن أنا أشغل فيها طيب عايزة بتدي ألون نغير اللون الأرضية دوت عشان ما يأصرش معانا في الشغل أخليه ولي أكون أبيض أو أخليه لون خافت شوية ولي أكون كده عايزة بتدي أضيف إضاءة هبتدي أضيف إضاءة طبعا أيام ما أقول له نيو لايت من هنا أيام ما يجي من أبجيكت أقول له إيه نيو لايت الاتنين واحد أول إضافة أشوف إف خمسة أدي اللي إيه اللامبة الإضافة أشوف مواصفات اللي إيه اللامبة ديت اللايت بتاعها بوينت آه دي اللامبة العادية اللي إحنا إيه بتستخدمها زي لمبة البيت العادية بوينت عادية طب هيا الدنيا بقي السودة ليه الدنيا بقي السودة تعال نشوف بدل رؤية الطب نشوف الرايت ونعمل تصغير شوي آدي الإضاءة بتاعتي وآدي الكاميرا طيب أمر فين التكس وفين الحاجة آه تعال نعمل تحديد كده آه بص بقى الحاجة فين في نفس مستوى الإضاءة يبنى عشان الإضاءة دي تظهر هتطر إن أنا أرفحها الأعلى شوي تبتدي بقى لإيه المادة تغصى لإنك هتعى نفس المستوى تصور أنت ماسك لمبة وحطتها تحت ربيزة يبقى مش هتباني حاجة لأ ارفحها فوق ربيزة عشان تبتدي يتباني الحاجة طيب بدأت تباني ليه الكتابة سودة؟ لإنها وراء الكتابة مش قدام الكتابة معنى كان إنت عايز تطلحها القدام لما تبتدي تطلحها القدام تبتدي بقى الكتابة إيه؟ دي أخدت اللون الطبيعي بتاعها تعال بقى رجحها وراء رجعت وراء الكتابة بقت إيه؟ بقت ظل أنت شايف الظل الكتابة ليه الإضاءة من وراها؟ لأ كده الإضاءة من إيه؟ من قدامها ده النوع الإيه؟ البوينت طبعا تقدر إن إنت إيه؟ تغير مواصفات اللمبة بتاعتك تجيب اللمبة بقى 100 واط 200 واط زي ما إنت عايز بتحدد إنت إيه؟ القيمة اللي إنت عايزة طيب في إيه ثاني غير بوينت؟ في الأنبينت الأنبينت دوت زي الشمس بتضيق الدنيا كلها ودي دعمل من نستخدمها عشان نضيق الأرضية بتاعتنا يبتدي أقل للدرجة وليكن بالشكل دوت يبقى أنا سفدت منها إن أنا إيه؟ نورت المكان بتاعي بعد كده عايز أحط بقى صبوت عايز أحط لمبة تبقى ما تبقاش على سواد لا تبقى على حاجة إيه؟ ظهرة وبينة معايا طيب خلصت كده وضفت اللي إيه؟ اللضاء ديت عايز أضيف لمبة تانية نفيش مشكلة الشمس عندي بدأت المغربية وبدأت الشمس تبقى ضعيفة أضيف إيه؟ نيو لايت نيو لايت دوت هخليه المرات يسببت أدي السببت بتاعي طيب السببت فين؟ برضو عا نفس المستوى بتدي أرفع السببت بتاعي آه بدأ إيه؟ نشتغل معي السببت طيب تعال نجيبه القدام شوية يبقى أنا بدأت إن أنا إيه؟ أزود السببت بتاعي أخليه قدام الشكل بتاعي احتمال إضاءة بتاع الشمس قوية نخففها شوية عشان إيه؟ عشان نشوف درجة تأثير اللي تسببت بنقلل إيه؟ الشمس بالضبط لما أنت جايب لمبة تسببت وحططها في الشمس قوية مش يبقى لها تأثير بتضطر تضع في الشمس شوية عشان الزبت إيه؟ يبتدي يشتغل وتأثيره يبقى ظاهر معاك طيب الزبت اللي احنا شايفين هرجع ورا بقى إيه وراها فيبتدي يجيني اللون إيه؟ شادو لكن قدامها يبتدي يظهر اللون الحقيقي الحاجة بتاعتي طيب آدي ضابة الشكل دوك ممكن أبتدي أرفحها لأعلى ويبقى كانة إيه؟ الطب بتاعي خلاص عايز أشتغل على إيه؟ على رؤية واحدة جيب رؤية واحدة عندي واجبها لها الرؤية إيه؟ الـ Active Camera بتاعتي طبعا بتنقل هنا ما بين الزوايا بتاعت الكاميرا في أي وقت عايز ما عنديش إيه مشكلة فيها ممكن أبتدي أقدم الحاجة أأخرها زي ما أنا عايز عايز أزود الزاوية لها أتحكم في الآية؟ في زاوية رؤية الكاميرا للشغل بتاعي زي ما أنا عايز ممكن أقرب الشغل أبتدي أبقى عايده أبتدي أجيب ويمين شمال أتحكم تحكمات في زاوية الكاميرا طيب عايز أبتدي أعمل إيه؟ عايز أبتدي أعمل شادو عشان أبتدي أعمل شادو نقطة خطوة واحدة بس هاي اللي بعملها بمسك الاسبوت بتاعي وأتأكد أن أنا في الانسبكتور في اللايف ويجي على كلمة شادو وارح ضغط عليها بس يبقى أنا كده عملت الشادو من خلال الاسبوت أو من خلال أي ضوء ودس على الإيه؟ في مواصفات الضوء بتاعي دس على الإيه؟ على الشادو كده أحولي الإيه؟ الحاجة بقت تؤثر إيه؟ تأثيرات شادو طيب شادو ده لي مواصفات؟ أهه لي مواصفات ممكن أخلي له بس بتاعه شفاف أو أخليه بس بتاعه قوي طيب أخليه معمول فلو شوية ولا أخليه حد في الحاجة بتاعته طيب الشادو بتاعي هيبقى درجة الإضاءة بتاعته إيه؟ اللون بتاعه أسود ولا ممكن أخليه شادو كده لونه أحمر أو أزرق زي ما أنا عايز بغير الشادو إيه؟ بتاعي طيب أنا شايف الشادو على الأرضية وعالكتابة وعلى كل حاجة عايز أن أنا أمنع الشادو أنه يجي على كل حاجة ممكن أجي هدوس إفة خمسة همسك الأرضية اللي هي الريكتانجل هاجي في الريكتانجل واجي هنا فين في البروبيريتز وهقول له الدروب شادو هفتح الشادو بتاعي لا أسيب الدروب شادو بدلوقتي هفتح الشادو وهقول له هنا ريسيف شادو السقبل شادو من أي أبجيك تاني هقول له لا أنا مش عايزه إيه مش عايزه يعمل يستقبل شادو من أي أي من أي أبجيك لكن طبعا دي الأرضية فهي المفروض تستقبل الشادو لكن أنا شايف هنا شادو على الإيه على الكتابة بتاعتي طبعا أنا مش عايز الشادو دي على الكتابة دي مثلا قادي الكتابة اللي باجي بحركها وصمي لقي شادو على الإيه على الكلمة البيضة بتاعتي أنا مش عايز يبقى فيها شادو يبقى أعمل إيه أحدد الكتابة بتاعتي واروح على الشادو في البروبيريتز وقول له إيه ريسيف شادو لا يبقى الكتابة بتاعتي اللي هي الطاها ما تستقبلش إيه الشادو بتاع الأبجيكت بتاعي يبقى أنا كده عندي حاجتين بشغل الشادو وبقول مين يستقبل ومين ما يستقبلش إيه الشادو دوها من خلال إيه جلمة إرسيف شادو طيب الكتابة شادو هي تعمل شادو ولا ما تعملش شادو يبقى أنا عندي إيه تشغيل الشادو من إيه الإسبوط عملته الأرضية استقبلت شادو والثلاثة استقبل شادو ممكن أخلي شكل نفسه مبقاش لي شادو واحدين ثلاثة دي مش عايز يبقى لها شادو أقول له إيه كتابة شادو لا يبقى فيه ثلاث حاجات فيه تشغيل الشادو فيه الأوبجيكت نفسه يستقبل شادو ثالث حاجة الأوبجيكت نفسه يبقى ليه شادو ولا ملهوش إيه شادو يبقى دوت إيه الشادو بتاعي والتحكمات بتاعت اللي أنا إيه بشغلها في الشادو وفي الإضاءات الأنواع المختلفة طبعا أنا عندي منوع الثاني في الإضاءة غير الإضاءة غير الإضبط فيه الإيه فيه الـ 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 كانه إيه موجه في اتجاه معين الاتجاه دوت ما بيفرقش بقى فوق وتحت ولا أمين وشمال لكن يفرق إيه قبل الحاجة وبعد الحاجة بتاعتي